أهلا بكم طلاب أكاديمية الرازي بمحاضرة العقاقير لمادة السايدرة مرحلة ثالثة موضوع اليوم هي Natural Product يعني شنو؟ يعني المصادر أو المواد الطبيعي شنو يقصد بيها؟ أنا قبل لا أعرفها وأعرف شنو تعريفها ومنين المستخلصة وشنو هي يقول يابا نيجي شخص يقول شنو يقصد بها Natural Product يعني شن معناها؟ شنو علاقة بالعقاقير؟ يابا أنه هنا يقصد بيها كل الأدوية هس اللي احنا ناخدها يابا يكون هو مصدرها طبيعي يعني ما أخذيها مستخلصيها من النبات تمام بعد ما نقوها وكذا بس ما غيروا أي شيء بالتركيب مالتها نفسي تستخلصوا من النبات مثلا ما سووا بيها أي تغيير لا عدلة ولا أضافة ولا هاش بس مجرد نقوها وكذا وخلوها هذا شنو اسمي؟ ها هي Natural Product أو ممكن المصدر طبيعي يكون خالص مثل ما قلنا يعني مباشرة نخذه ونطوم أو أخذوا ونطوم أضافوا عليه فد إضافة قليلة حذفوا فد شيء بسيط تمام هذا شنو؟ هاي يكون انسميه Semisynthetic هس اللي راح ناخذها ومصدر ثالث لا شافوا مثلا فد مادة من نبات طبيعي كذا بها فد فعالية على سبيل المثال مورفين مورفين مشتق من نبات طبيعي لكن المورفين يسوي فد ادكت يعني يسوي فد إدمان سووا عليه سووا أقفة تعديلات أخذوا المورفين شافوا الفكرة مات المورفين شافوا مركب المورفين شافوا مركب المورفين شافوا جابوا وصنعوا مركب ثاني بس شنو؟ الجزء اللي بالمورفين اللي يسوي ادكت حطفوه وخلوا بس الجزء اللي يسوي شنو؟ بس الجزء اللي ينط مثلا فعالية تمام؟ هذا شنو؟ هذا نسميه Semisynthetic بسرعة ما صنعوه يعني ما اخذوه من نبات طبيعي لا اخذوا المورفين شافوا ودرسوا المورفين درسوا التركيب مالته بدأوا صنعوا مركب ثاني شنو؟ مشابه للمورفين بس مو من المورفين مو من مصدر نباتي إنما هم صنعوه تمام؟ هذا اقصد بها الناتشل البرودكت يعني اما هو مصدر طبيعي اساسا او يكون لا مصدر طبيعي بس عدلوا عليه شوية او اخذوا الفكرة من المصدر الطبيعي خليجي اعرف هو شو الناتشل البرودكت؟ يعرف على انه Organic Compound إذن هي مواد عضوية شقد الموليكولر ويتمالتها من مية الى الفين؟ هذا المصطلح كذلك term is also applied كذلك نقدر نطبق على البلق سبستانس على مواد شبيرة اللي هي جايتني من الناتشل مواد جايتني من الطبيعة مثل من المواد النباتية مثل الكحول والووتر أوف بلاد ماتيريال وغيرها بعد يقولوا انه هذا المصطلح مثل ما احنا عرفنا يقول انه هذا مثلا اندي هنا the term can be extend to pure يعني ممكن انه يمتد الى فد مركب طبيعي مثل ما احنا عرفنا من مصدر طبيعة اللي هو مثل ما مثل اللي نستخلصها بشكل طبيعي مثل المورفين اللي يستخلص من النبات هنا بعد شن يقول عندي يقول hysterically يعني تاريخيا natural product form the basis of medicine هنا اذا اذا انا قبل شوي قلته قلت يابع انه المصادر الطبيعي هي اساس الادوية صح اما الدول نفسي تهوى طبيعيا اخدوه بس نقو او اضافوا عليها شوية او حفو شوية او اخدوا الفكرة من هذا النباتة طبيعي لذلك تاريخيا شي يقول يقولوا natural product هي اساس منه اساس الطبء او اساس الادوية and even now وحتى الان وحتى الان هي المواد الطبيعية هي اساس الطبء او اساس الادوية many of the compound that are medicine important are derived from the natural source اغلب الادوية او الاشياء اللي مهمة طبييا هي راح تكون مشتقميا من مصادر طبيعية it is highly likely that this compound produced by the plant as defends mechanism to the product the plant or animal from attack نسميها الفايتوراكسسين هنا شن يقصد بيها يقول هنا يابع من المحتمل جدا ان تنتج هذه النبات او تنتج النباتات مركبات هذه المركبات يعني هنا شن يقول انه يعني هاللهي كل محتمل انه هالكومبونت وبروجوسبايدة بلانت هذه المكونات او هالأدوية او هالمنتجات يكون مصدرها منين مصدرها من النباتات as defends mechanism شنو الالية اللي راح تستعمل كالية دفاعية يعني هنا المنتجات اللي راح ناخذها ممكن تحميلي نبات ممكن اشتاق منها كأدوية عارج بيها مثلا ديدان او عارج بيها مثلا الفاتحيوانات مثل من الاتاك والانتاج من القصيد من المطاطين من الاصابة اوكي او حسين ما يكون هنا نقص من المستخلص ما للنباتات الى ثلاث مصادر اما تكون هي القصيد يعني هي تكون نقية تماما يعني تماما مثل ما اقول من النبات اخذوها مباشرة ولكن مجرد نقوها هاي مثل الكلافيولينج أسد منين اخذوها من البكتيريا بالمناسبة المصادر الطبيعية النيتشل البرودكت هي مو فقط نبات إنما تكون نبات ممكن تكون حيوان نبات او ممكن بكتيريا ممكن حتى فيروس مثل عندي البنسلين هذا منين مشتق مشتق من بكتيريا إذن الميديسين ايجنت ممكن اكو ادوية تكون نقية تماما الادوية النقية مثل من مثل الكلافيولينج أسد اللي راح يكون مشتق منين مشتق من البكتيريا إذن هذا اول مصدر لما يجيب شنو المصادر الادوية او مصادر الادوية اما مصدر طبيعي مصدر طبيعي يكون نقية بصورة كاملة مثل من مثل الكلافيولينج أسد منين جابي جابي من البكتيريا مجرد نقوه واستخدموه بشكل الكلافيولينج طبعا اللي يضيفوه وهي الاموكسلين حتى يكون عندي الاوغمنتين اثنيا يكون المصدر الثاني لا سيمي السينتتك شنو سيمي السينتتك يعني شنو راح يسوون عليها فالتعديل بسيط يسوون عليها فالتعديل بسيط المركب نفسه طبيعي بس اما يحطفوهن فد مثلا دره او يضيفون فد دره وغيرها تمام سيمي السينتتك مثل من مثل الاسيتالسالسيليك أسد من السالسيليك أسد 건 شوفيoughوا شنو اسمه λλي هو leaceteل السالسيليك أسد الأسبارين yابني وبدوا المشتقي مشتقي من السالسيليك أسد من شجرة الصفصاف سالسيليك أسد الخصوصا اللي بيها هذا الحامض بعدما اضافوا لها فد مركب بسيط ما هو الأسيتايل الزافو لها الأسيتايل فهنا пл практически هو طبيعيا اضافه الى الاسيتائل اصبح الاسيتائل اضافه وفد شي بسيط اذا هو مصدر طبعي اضافه وفد مركب ثاني المصدر الثالث للأدوية سيكون سنتيك مصنع بشكل كامل كليا هو مصنع مصدره مصدره بشكل كامل سيكون سنتيك ماذا مثل السنتيك بالمناسبة هنا اخذوا الاسبارين الاسيتائل من شجرة الصفصاف اضافوا بعض التعديلات اول شي على مد ممكن يزودون الفعالية او ممكن يقللون السايد افكت ممكن يقللون السمية هاي هنا ما سواء السنتيك لفوائد علاجية بعد المصدر الثالث ممكن يكون مصنع كليا هاي هناك مصنع بشكل كامل المصنع كيف حده بشكل كامل مثل البثدين من المورفين المورفين واحنا عرفناه مصدره هو نباتي بس صحة المورفين مثل ما انا ذكرت ببداية يصدد من المورفين اعرفوا الفكرة كأنه سرقه مصدر الطبيعي المصدر الطبيعي هو نبات طاني مورفين لكن من شافوا الفكرة بالمورفين اخذوا الفكرة من المورفين وشبهه هم صنعوا هذا نفسهم. ما جابوا نبات وسواوا على طافة أو حثوة لا. صنعوا من جديد عادوا تركيبه من جديد فسميه Total Synthetic مثل من؟ مثل البثدين اللي هو يستخدم بالعمليات طبعا كمسكين آلام نجه سلي هذا الرسم عندي هذا هو هذا المصدر اللي سيكون Full Natural مثل كلافيولينك أسد مباشرة اخذوه من البكتيريا وخلوه بشكل اثنين عندي السالسيليك أسد من شجرة الصفصاف سوا لها ضافوا لها الأستايل من ايش ضافوا؟ ضافوا الأستايل السالسيليك أسد من حصل النباتة بالصفصاف لو اجابوا على المركب الطبيعي اشوف بي اثنين هيدروكسير بي شنو بي كاربونيل صح؟ بي كاربونيل كاربوكسير وبي اثنين هيدروكسير تمام؟ هنان اش راح يسوون؟ راح يتلاعبون بذني هنان تلاعبوا هنان تلاعبون بهن يتلاعبون بهن اثنين هنان تلمن نشوف هاي الو اتش بهه هاي المركب نفسه ضافوا هنانه او جديدة وضافوا مثل تمام؟ هاي الو الثاني سوا وضافوا لها كاربوكسير ثانية فهنان سوا وعدلوا وعالي المركب نفسه بس ضافوا في التركيبات او مركبات ثانية تمام؟ انا مو تشنو ممكن يقللون سايد افكت يزيدون الفعالية وغيرها لو نجل لحسه هذا نشوف المركب الاصلي هو نفسه بس شنو اكو بعض اضافات اكو اضافات بسيطة مثل او سي اتش تري الكاربوني اكو فاد اضافات اجل لهذا الثالث يكون مصنع بشكل كامل لو اجل اباوع اباوع تركيب المورفين وين وتركيب البيتدين هنا نسوا هنا يكون مصنع بشكل كامل فكرة من اخذوها اخذوها من المورفين المورفين مصدر الطبيعي هو مصنع بس الفكرة من المصدر الطبيعي درسوا درسوا المورفين شافوا المواقع اللي لها دور بالفعالية وياهن المواقع اللي راح تكون مسؤولة عن الادكت خاولوا ان يصنعون علاج يحتوي على الاجزاء الفعالة بتسكين الالم بس شبيهة ممكن بها اجزاء قليلة من الادكت او ممكن اصلا ما بها ادكت وهذا البثدين يستخدم كمسكن اقل ادمان يستخدمون به بالعمليات تمام؟ نكمل هنا 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 طرق مختلفة كيف اكتشفوا بها علاج جديد ثلاث طرق اكتشفوا بها طريقة طريقة الطريقة الاولى نسميها الثانية كيموتوكسيناميك الاولى شنو هاي خليج نشوف ناخذها نشرحها بعدين احنا نقلها المحاضرة ثلان اشتجانوا اكتشفوا نبات يستخدموا وهو الكورار بلانت هذا الكورار بلانت يستخدموا والمادة الفعالة مادة هي منية؟ هي التوبا كورارين درسوا هذا المركب اللي هي المادة الفعالة شافوا انه يشتغل كمسل ريلاكزانت يعني شنو كمس مرخي للعضلات خصوصا يا عضلات عضلات الرسبيراتري الرسبيراتري فمن عند بداء شنو من شافوا هذا النبات درسوا المركب مالته شافوا على انه شنو يشتغل قدروا يستخلصون من عنده علاج يستفادون من عنده شنو بحالات مثلا يعني كمسل ريلاكزانت تمام؟ هاي الفكرة منين جتني؟ هاي الفكرة راح تجيني مباشرة من الاشخاص اللي هم يعني هاي مين جايتني؟ من الاندوجينس بيوبول يعني شنو اندوجينس بيوبول؟ يعني اشخاص مثلا انا موجودة بمكان معين هذا المكان بهذا النبات اخذوا يعني شخص اكوا سابقا يعني ياخذوا النباتات يجربوها مثلا يفورون الميمالتها او يجهنوها يشوفوا شون طريقة الاستخدام من عندها لما الشخص الاصلي اللي هو موجود بهاي المنطقة والمنطقة اللي بيها هذا النبات اخذ هذا النبات وانطاها لهذا الشخص اذا يعني الفكرة هنا جايتني جايتني من الاشخاص الاصليين الاشخاص اللي هم موجودين تمام مثل ما احنا عرفنا مثلا اخذوا مثلا النبات وصدفة شافوا انه غلوا مثلا الميمالتو شافوا في استرخال العضلات وغيرها سنخلنا جا نقراها ونشوف الاول واحد شون يسموه مثل شون نقول الاندو بتنسيال ابروج ناولدج 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 باي الاندو جيناس بيوبول راح يستخدم هالشخص بس هذا الشخص اندفد معرفة كلش كاملة بهذا العلاج او هذا النبات يعني هو من اخذ وصنعه هذا الالاج هو يعرف اساسا انه هذا النبات شنو ينطهي مفعول اندفد معرفة مسبقة بهذا النبات المعرفة من خلال منه اللي يستخدمه خصوصا قلنا الاندو جيناس بلانت الناس الاصنيين الموجودين بهاي المنطقة فهم يعرفون اصلا انه هذا النبات يستخدم مصر الاكزانت يعني مو اخذوه وشافو درسوه بشكل عشوائي ممكن بفائدة لو ما بفائدة لا هم من درسوه هم متأكدين انه شنو بفائدة تمام فبالتالي شنو استخدموا بالشكل مباشر عملي ما بحثوه عن الدومات مثل ما قلنا واستخدموا النبات منه اللي اش يحتوي على مادة يحتوي على الكيرويد التوباك يورين التوباك يورين تهوند الانيمال هنا يقولون هم الشخص الأصلي كانوا يستخدمون هذا النبات لماذا؟ كانوا يستخدمون هذا النبات على موت يصيدون بالحيوانات ويأكلوها فهذا النبات يستخدمون مصر يسترخيها نعرف ان العضل لما تستخدم بعد ما تستخدم تركب شخص من يسترخي عضلاته لا يستطيع يتحرك فكانوا يستخدمون هذا النبات على موت مصر ريلاقزان يسترخون العضلات مال منه مالة الحيوانات وبالتالي إذا استرخيت العضلات الحيوان بعد ما يستطيع يركض سيكونون بسرعة بسرعة ويقوموا وبالتالي هذا البلانت شنو شغلة سكان الأصليين قالوا يابا احنا استخدمنا هذا الدو وشفنا انه يجي سوع الحيوانات فاذا هم يعرفون اساسا انه يجي يشتغل عرفوا شنو المادة الفاعلة وشنو هذا النبات شنو شغلة يشتغل كمصر وشنو يقتل الأنمال شنو بباراليسي زين ليش راح يقتل الحيوانات اوكي هو راح يسوي مثل ما قلت هو استرخاء العضلات يا عضلات عضلات التنفسية خصوصا مثل ما قلت جهاز التنفسي بالتالي شرح يسوي لها من يسوي عضلات يعني ممكن سببها كشلل تنشل هذه العضلات تسترخب بعد ما سر بها تقلص ما يقدر تتنفس البرونكا متتحرك شرح يسير بها بباراليسي وبالتالي شرح تكون تنشل العضلات اللي مطلوبة المن للتنفس هذا اول طريقة اكتشفوا بها العلاج هم اصلا يعرفون هذا النبات سابقا الطريقة الثانية الطريقة تكون أشوائية يعني شنو اخذوا شخص شخص نبات مثلا هيتش بالطريق اخذ هذا النبات راح يدرسه وما يدربي بفعالي او ما بفعالي لذلك نسميها الراندم تمام؟ يشوفون بي يعني بدون اصلا ما عنده اي معرفة انه هذا الخصاص شون يشتغل قاتل سامي يشتغل ما يشتغل ما يدري ياخذه بشكل عشوائي ويدرسه تمام؟ نسميه الراندم اذا لو ننجي هنا لنشوف يقول الابروح بغض النظر عن المعرفة عن معرفة سابقة بهذا النبات يعني يجمع نباتات من دون ما عنده معرفة سابقة شنو كيميائية هاي الأدوية شنو فعاليته شون تشتغل ما عنده ايش بيها الطريقة الثالثة اللي يستخدمون بها الأدوية اللي هي تكون اهم طريقة اللي هي منه اللي هو تعتبر اكثر علمية اللي هي كيموتاكسيناميك الكيموتاكسيناميك هاي شنو؟ هذا يعتمدون على التركيب الكيميائي للنبات يعني لا ياخذوها بشكل عشوائي ويدرسوها ولا هم يعرفون هذا الدوة او هذا النبات شون يشتغل واخذوه لا هنا ياخذون التركيب الكيميائي لهذا الدوة نحن نعرف سابقا او نعرف هي بالعقاقر خصوصا انه النباتات نقسم الى شنو عائلة كل نبات كذا عائلته هذا النبات هيك عائلته تمام؟ مثل من عندي مثلا درسوا نبات واحد من كذا عائلة اوكي النبات من هذا العائلة شافوا انه مرخي عضلات مسكن ألمة ايشي الى تمام؟ فيعني كل عائلة رح يكون لها خصاص فنبات يعني هاي العائلة مثل خنقول عائلة الصفصاف مثلا عائلة الصفصاف هي مسكنات ألمة خاف وضح حرارة تمام؟ في كل الادوية اللي رح تنطبق او اللي موجودة بضمن هاي العائلة لعائلة الصفصاف هي شرح تكون رح تشتغل نفس الشغل اوكي؟ تمام؟ اوه وبالتالي شنو؟ رح يحتوي قلنا على يكون يتوقعون يابع انه هذا الادراق هو الى نفس المركب مال هادة نفس الخصائص مال هاي عائلته وهكذا اذا بالنسبة للكيموتاكسينميك أسد خلنشوف اشي يكون؟ عفوا الكيموتاكسينميك هو الكيميائي رح يكون هذا الرين اذا هذا عليما رح يقتمك بشكل اساسي على العائلة مالت النباتات اللي مالت النباتات قلت مثلا ضربت مثال مثلا قلت انه هو عائلة الصفصاف يابع عائلة الصفصاف بمسكنة علم وبالتالي انه آنش درسة ودرسة والعائلة كلها كل الادوية اللي ضمن عائلة الصفصاف هي هيت شغلة هذا هو الكيموتاكسينميك هيتش يقلزتون بها وبالتالي اوه مثلا هنا انا ذاكر لي انه اهم عائلة مثلا الصوليناسس وهي ايه اه اه هذا النوع من هاي العائلة راح يكون يعني كمصدر كل غنيئ لالكالويدات معلت النوع التروبان حسا شنو عرفت انه هو شنو المصدر اللي يحصلون بالنباتة هي اما مصدر من العائلة يعني من السكان الأصلين او بشكل عشواء او بشكل كيميائي ثلاث مصادر حسنا نجي الى موضوع شنو شنو صير عندي عملية البايو سنتزيز عملية شنو البايو سنتزيز يعني عملية التصنيع عملية شنو عملية التصنيع نجي هنا ما يسمى عندي البوليك كايتيت المنتجات او الادوية الطبيعية مصادر الطبيعية راح تكون لها فد اهمية علاجية شنو هاي الاهمية العلاجية كمبرايسين مني انتيبياتيك مثل ما البوليك كايتيت شنو يقصد بها يعني الادوية او النبات او المصدر مني يجي النبات او المركب الاخر الشي اللي راح ينطينها يكون بشكل سلسلة خطية تمام تكون بشكل خطية اوكي يعني اول طريقة للتصنيع اللي هو من اول مصدر للنهاية زين حتى او المسار اللي راح تمشي بها عميلك تصنيع هاش تكون مركبات خطية ان حصل عليها يعني عميلك تصنيع من اول مصدر الى اخر شي اللي يرجى يرجى المسار اللي مشه entirety تكون من طريقتين او هاي ما حصل الملكات الطبيعة الآن علي مصدر و هاي طريقة التصنيع المركب اللي راح يحصل عليه يكون عندي خطي أو يكون لائنار ميك راح يكون عندي بشكل سايكليك مو حلقي لائنار خطي زين وهنا لكن شنو ممكن هنا يقول يابا هل كل الأدوية اللي تكون حلقية هي مصنعة بطريقة الشيك ميك أسد راح أقول للا أنه أنا عندي استثناء مرسل من الاستثناء أكو استثناء من الانتيبيوتك التتراسايكين والأيرترومايسين زين هذول شنو الشكل مالة يكون عندي حلقي لكن هنه حقيقة مين مصنعات من البوليكايتك زين خلنجي نقراها هنا ونشوف شنو فس عرفت انه نيترالا بروديكت عرفت انه المصدر الطبيعي لأغلب المركبات والأدوية اللي راح تكون مهمة هي شنو هي اللي أغلب الانتيبيوتك هي التتراسايكين ومنو والأزوترومايسين زين بعد منو اللي حنصنعها من البوليكايتك الفاتي أسد الأنترون البوريكايتف اوكي بعد عندي شنو مثلا الكلايكوسايد والأنتراصايك والعوامل اللي حتكون مضادة للتورم عمليات تصنيع هذه المركبات التترا الفاتي الأنترون وغيرها شنو عمالية التصنيع لها حنشوفها بحي الفيقر راح يقول يقول الكوندنسيشن هو المالوني والأسيتل كو ذني جمعتني اثنين سحبت من عدن بعملية طريقة التفاعل تمام اللي نسميه مثلا الكارشين ريكشن كو هذا ما سيكون عندي هنا سيصير عدن هنا هذا الكرشيير ايكشن قاعدة تصنيع هذه المركبات ثان المركبين سيسحبون من عدن تنائي أكسيد الكاربون من ستحبون تنائي أكسيد الكاربون سيبك سحب واحده من اثنين الآن لن أجل اثنين ثاني واحدة من عدن راح تنحدث المركبين ينطيني ينطيني في الفت سلسلة بسيطة كالهو الاسيتيال كويل بهذه الكارتشور الرايكشن الاسيديك كاربون الاسيديك كاربون وينها؟ دعنا نرجع هنا طبعا هنا ما عندي هاي كاربونيل وهاي كاربونيل الحلقة اللي او الكاربوني اللي لاحق تكون ببينها ما أسميها؟ أسميها الاسيديك كاربون كاربون حموضية لماذا؟ لأن موجودة بين الاليكترون والدراول وغروب ما موجودة بين مجموعتين ؟ شبيهن ويدرول ما سيقولون عليهم انه سببا اندي فقدان هايدروجين وغيرها او اليدرول هو ساحبات فاذا اتنا نحن هاي الكاربونين و هاي الكاربونين اللي موجودة بيناتهم درات الكاربونين تكون هاي أسدك كاربون درات كاربون حاموضية موجودة بين الكاربونين هاي او هاي هاي درات الكاربون يعني هسا هاي ما عندي هنا درات كاربون فخلا رجع درات الكاربون هاي اللي هنا شنو اسميها اسدك ليش ان موجودة بين اثنين كاربونين واذا موجودة بين اثنين كاربونين اسموه نوذ الدرول وغروب اسدان يوكلو فيل ذات اتاك لالكتروبوزدك هي الكترون ديفشيند سنتر الكاربوني اذا هنانا بعدين شرح يكون عندي فهذا هنا قدت انه سعرفت انه الكاربون الحاموضية ليه موجودة هي نيوكلو فيل شنو يعني معناها نيوكلو فيل يعني معناها انه راح تصير اتاك اتاك تهاجم منه الالكتروبوزدك اللي هي الالكترون ديفشيند اللي بيها اده نقص بالالكترون اللي هي مني اده نقص بالكاربوني اللي موجودة هاي ذرة الكاربون ذا لها الشبيع يوها راح تهاجم اتهاجم منو اتهاجم ذرة الكاربوني الحاية ذرة الكاربوني الحاية راح تهاجم ههو تحذف من عندها هاي الكاربوني فهاء الاسيديك ارجع او الاسيديك تمام تؤخرها تسحب ملاتي ثنائي اوكسير الكاربون تطلعها و تجيب اله سي او ثري والسي اس يعني اله سي او ثري خصوصا شو تجيبها تجيبها وياها تسحبها يامها تمام بعد راح يصير قدي مثلا جزئتين من المالونيل هذا صار قدي شنو يعني ها حيكلها معناها شنو راحت شو بوقت قدي مثلا جزئتين من المالونيل كوي تفاعل ثاني راح ينطني شنو البولي كيتوستر ويتكمل سير بها راديكشن وينطني فاتي اسد كو اي وتستمر العملية الى ان ينطني اخير شي شنو فاتي اسد بميكانيكيات مختلفة بس مجرد انه كان عند الكاربوني الوسطي اللي هي كانت الاسد فبلا انه يحط لها اثنين الكاربوني المال منه مالة الاسيتاي الكو اي تتوخرها تحذف السالب سيو يعني تحذف ثناء اكسيد الكاربون ويضطيني فد مركب ثاني مركب ثاني راح يستمر بالتفاعلات عديدة وينطيني اخر شي لفاتي اسد بعد شنو عندي هنانا عندي البولي كيتو اسد بصورس اف تترا سايكلي ها بعد مرات يقولون يابا تترا سايكلي لما اجاباو على التترا سايكلي هي عبارة عن حلقة لكن شنو راح تبرت من ضمن يعني تحضير شنو نشوف هنا الانديبايتيك يعني هذا الانتيبايتيك تترا سايكلي هي حلقة بس شنو راح تصنعت من الطريقة الاولى بولي كييتو شنو يقول يابا انه هو حلقي لكن بتجزء الاسفل لو اجاباو على الجزء الاسفل راح يحتو على كاربوني الهاي كاربوني الهاي كاربوني الهاي كاربوني الي موجودة هنانا يحتوان على اكسجينييتو يعني تحتوي على كاربون وبالتالي هذا الكاربوني راح يكون دليل كبير ذن الكاربوني لاتني موجودة بالنهاية دليل كبير على انه تترا سايكلين جايني من طريقة البولي يعتبرها مصدر تترا سايكلين ممبر كومباوند خصوصا ليش اندي هنا اكسجينيتد يعني موجودة بالكاربوني موجودة بالكاربون 10 وكاربون 11 و 12 و 1 تمام؟ لو نجد نحسفهم منا ويحسبوهن نجدها بعد أفوردرغروب البوليكايت ديريوائي نيتر بروديكت إزدستين اللي هو منوى اللور كوليسترول باي انهيبتينه فورميشن مالفينيك اسيد ويجزدكي الانترميداتي ميالكوليسرول الماركولي الماكرولي الانتباتيكو الارثوميسين والكرايسو فولفين هنا مثلا يقول عندي اللي هو السيستين السيستينات اللي يقصد بهن أتروفستاتين وروسفستاتين وغيرها هذان يشنو الأدوية اللي راح يكون عندي اللور كوليسترول خافضات السكر أدويات اللي خافضت الدهون الأتروفستاتين الروسفستاتين الأفاس هذان يشنوه هما يصنع عن طريقة البوليكايتد من خلال يعني شون طريقة انه يخفض الدهن الدهون أو الكوليسترول من خلال انه تثبيت اللي يحامض المالفونيك أسد كي انترميدينت إن ده سنتزز الالدور بعملية تصنيع أو خلق أو تكوين كوليسترول النوع أو الطريقة الثانية الباثوي الثانية هي الشيكميك أسد الطريقة الثانية الشيكميك أسد هي عبارة عن حلقة هاي الحلقة هي هاي هي الشيكميك هاي الشيكميك هي عبارة عن سبع ذرات كاربون واحدة ثلاثة أربعة خمسة ستة وهاي تعتبر السبعة اللي هي تحتو على كاربونيك هذا الشيكميك أسد اللي هو عبارة عن حلقة أو عن سبع ذرات كاربونيك شنطن المركب اللي راح تكونه كل المركبات اللي يتكونها النهاية شنطن تكون عبارة عن مركبات حلقية عبارة عن مركبات شنو حلقية تمام اللي هو هذا الشيكميك أسد ينطيني مثلا كالك أسد بتفاعل معين أو ينطيني فانيلين أو ينطيني مثلا الكروسميك أسد كروسميك أسد راح ينطيني ترايب توفان فنلانيلين تايروسين خصوصا هذا الشكمك اسد يتكون مركبات هذا مركبات مركبات مصدر للأوروماتيك والأمينو اسد يعني هو مصدر الأدوية التي تكون بشكل حلقة بنزين أو تكون موجودة تحته على أمينو اسد مثل الفنلانيلين وغيرها تايروسين مصدرها هي طريقة بايوسينتز جاءتني من الشكمك اسد أما كانت حلقية من البوليكاتيد الشكمك اسد تعتبر مصدر المل للأوروماتيك والأمينو اسد جيد وطبعا هذا النوع من الباثوي الشكمك اسد يصير بالنباتات خصوصا الأدوية التي مصدرها نباتية number of natural product can be concentrated from the amino acid أقول عدد من المصادر الطبيعية هي مصدرها من الأمينو اسد هو مثل من هذا هو الفنلانيلين الشيخ ينطيني سيناميك اسد سيناميك اسد سيناميك اسد بيلوفيرون كومارين كاريسين فنلانيلين كلهم عبارة عن مركبات But مصدرهم من المصادر المينة من الأمينو اسد هو الفنلانيلين وهو فنلانيلين هو بارتكولار ينطيني فنل بروبين ليقانس الكومارين كلها من مصدرها من المينة من المينة بالمناسبة هنا يطيني الكروسميك أسد هذا كل شيك ميك أسد يطيني كروسميك أسد ثلاث مركبات مهمة خصوصاً بالوسط الكروسميك أسد وكروسميك أسد يطيني تروفان والتروفان يطيني كروسميك أسد هنا هي مثل عثاء من الشيك ميك أسد مركبات في القيادم الجعوية وان الأمين أسد هو الفانيو الأنينالين سوى تمرون الخاصة إلى تيروسين مثل ما عرفنا. قبل ان يتحول على تاروسي ان هذا الفينولانين اذا صار عنده فقط من عنده امونيا هذا الفينولانين لما يفقد امونيا سي سي سينوميك اسد. هذا السينوميك اسد سي ستحول الى مركبات مهمة من المركبات المهمة يتحولها الى ايجونال فنل بروبان او مثل الامبلوفيرون الكيومارين وغيرها فاني عندي اهم شيء هو مثل ما قلت انه هذا المصدر الشكميك خصوصا الاروماتيك والامينو أسد مثل من الامينو أسد هو فنل المنفقد من عندها الامونيا تحولت الى سيناميك أسد والسيناميك أسد اللي راح يكون عندي شنوى تحول الى مركبات كلش مهمة محاضرة ما بيها شيء مجرد انه افهم شنوى الشكميك أسد وشن المركبات اللي ينطين يهم مركبات حلقية الشكميك أسد اهم مركب من هو الكروسميك أسد الكروسميك أسد ينطين الامينو أسد مثل ما الامينو أسد التربتوفان فنلانيلين تايروسين الفنلانيلين اذا فقد امونيا او شنو راح يتحول الى سيناميك أسد السيناميك أسد شنوى المركبات اللي راح ينطين هذين المركبين الى كلش ما بيها بالنسبة لشكميك أسد بالنسبة لبوليكا شح يكون عندي عندي المانونين وعندي الأسيتال ك Oxford تفاعل نوية بعضهم ولان المانونين بهه كاربوني أسد بعض ما تحضر لها كاربونيلات باشتح تحذف الكاربونيل منه تحذف الكاربونيل مالة الأسيتال الكوي بالتفاعل اسمه اسمه وتكون عندي شنو بتفاعلات مستمرة الى اخير ناتج يكون عندي فاتحة سبب الفاتحة ستش راح يكون بشكل سلسلة الهنا انتهز المحاضرة ان شاء الله تكون واضحة